دير لايك الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك جديد الأخبار المغربية هذه أبرز العنوين عاجل روسيا تقدم هدية مينة للمغرب وترسل 370 ألف طن من هذه المادة غير متوقع السلطات الفرنسية توافق على طلب كبير للمغرب سوف يغضب البرلمان الأوروبي روسيا تقدم هدية مينة للمغرب وترسل 370 ألف طن من هذه المادة حيث قالت وكالة رويترز أن روسيا ستزود المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط ب370 ألف طن من وقود الديزل خلال الشهر الجاري وذلك في ظل تزايد العقوبات الأوروبية على الوقود والنفط الروسي وأشارت الوكالات أن روسيا ستعمل على تزويد القارة الإفريقية بالوقود عبر المغرب بعدما ازدادت حدة الحضر الأوروبي على منتجات الطاقة الروسية وعنقل المصدر ذاته أن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك كشف رغبة روسيا في زيادة وارداتها إلى القارة الإفريقية وذلك لمواجهة تسقيف الأسعار الذي بدأت تفرضه الدول الغربية مضيفا أن روسيا ستسعى كذلك لتنمية صادراتها من الوقود لأمريكا اللاتينية وتركيا تعد الأخير من أهم المستهلكين للمنتجات الطاقية الروسية في المرحلة الحالية وترتقب الرباط زيارة وزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف والتي ستشمل عديدا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أبرزها ملف الطاقة غير متوقع سلطات الفرنسية توافق على طلب كبير للمغرب سوف يغضب البرلمان الأوروبي حيث أعلنت جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج عن تنظيم وقف احتجاجية سلمية مرخص لها من السلطات المختصة الفرنسية أمام مقر البرلمان الأوروبي الكائن مقره بستراسبوغ فرنسا وذلك يوم الاثنين ستة فبراير وفي بلغ لها قالت جامعة كفاءة مغاربة العالم إن هذه الوقفة الاحتجاجية سيتم تنظيمها يوم الاثنين ستة فبراير من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الساعة الثانية عشر ونصف زوالا تحت شعار احترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة احترام سيادة جامعة الدول واستقلالية منظومة عدالتها والالتزامات الدولية وأضاف بلغ الجامعة إن هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية الأوروبية على الانصياق وراء أجندة عدائية للمملكة المغربية والتي تعاكس مصار العلاقات الجيدة والتاريخية التي تربط الرباط بالاتحاد الأوروبي من مصالح مشتركة خاصة في السنوات الأخيرة وبهذه المناسبة دعا رئيس جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج المحل السياسي الدولي والخبير في الشؤون الأوروبية والديبلوماسية السيد ردوان القادري جاميع المنخارطين تحت لواء جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج بكافة الدول الأوروبية المشاركة العينية والمكتفة في هذه الوقفة المصيرية لوطننا الأم مناشدا جاميع الجمعيات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية المقيمة بالخارج بالانخراط في وقفات واحتجاجات واستنكار لقرار الالتحاد الأوروبي الذي يتدخل في سيادة المملكة المغربية لخدمة أجندات غير قانونية وغير تشريعية وقالت الجامعة إن الوقفة الاحتجاجية السلمية تأتي على إطر البلاغ الجائر والعداء للمملكة المغربية الذي ورد في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس تشعة عشر يناير من الدعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع والمغالطات الواردة في القرار التي تكذبها الحقائق التابتة والتي استقاها من بعض المصادر المدفوعة الأجر التي تتبنى مواقف أحادية دون التوفر على أدلة أو معطيات صحيحة شكرا على حسن تتبعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته